صباح الخير متابعين العزاء معكم ماهر معروف من شركة The Grand Capital هذا هو التحليل الفني اليوم اليوم الجمعة 14 ديسمبر 2018 نبدأ تحليلاتنا من الذهب الذهب يتداول حول مستوى الدعم 1280 حيث يتداول حاليا عند المستوى 1241 تحت المتوسط المتحرك 7 فشل الذهب في اعادة اختبار المقاومة 1251 كما ذكرنا لعود التاولات بالقرب من مستوى الدعم واختباره وبالتالي المسار الصاعد الذي كان يتداول حرك بينه الذهب مهدد حاليا ويشترد استمرار هذا المسار هو بقاء تداولات فوق المستوى 1238 وبالتالي عودت التداولات فوق المتوصل بحرك 7 ليأخذ السعر مزيد من الدعم ولكن الان يتداول تحت المتوسط 7 وبالتالي قد نشهد بعض من الحركة الجانبية واختبار مستوى الدعم 1238 الاستوكاستيك يستمر في حركته الهابطة باتجاه منطقة تشبع البيع وهذا الشيء ينعكس على حركة السعر منذ البارحة واليوم وقد يستمر هذا في حال اختراق مستوى الدعم 1238 ننتقل الى اليورو يتحرك اليورو ضمن مسار جانبي لحظة اه بين المستوى الدعم 1.1341 والمقاومة 1.1386 ويشكل المتوسط المتحرك خمسين ضغط سلبي على السعر اللي يدفعه المزيد من انخفاض اه بينما يتداول السعر حول المتوسط المتحركة 27 في حال تمكن السعر من تكسر الدعم 1.1441 فسوف ادي ذلك الى زيادة ضغوط البيع على السعر وبالتالي دفعه المزيد من انخفاض نحو مستوى الدعم الاخر 1.13 فجر ومن ثم 1.12 الجنة الاسترلينة استعاد عفيته نوعا ما في حركة البارحة وقبل البارحة ويختبر حاليا المستوى المقاومة 1.2638 ويشكل المتوسط رقم سبعة ضغط سلبي على السعر وايضا المتوسطات 20.50 حيث تتحرك هذه المتوسطات فوق السعر وتشكل الضغط السلبي عليه وتزيد الضغوط عليه تتفعه نحو الانخفاض في حال تمكن السعر من كسر مستوى المقاومة 1.26 معنى 30 والثبات فوقه على الشمعة اليومية سوف يدي ذلك الى مزيد من الارتفاع نحو اختبار مستوى المقاومة التالي عند النقطة 1.2737 بالقرب من المتوسط للتحرك 20 تدعم هذه الحركة المتوسط المؤشر استوكاستيك الذي يشكل تقاطع صعودي فوق منطقة تشبع البيع والتجنح ومنطقة تشبع الشراء وبالتالي من الممكن ان نشهد الارتداد نحو مناطق تشبع الشراء وبالتالي ارتداد السعر الى مستوى المقاومة 1.2737 فشل الدول الأسترالي في الحفاظ على المسار الصاعد اللحظة اللي كانت داول عليه وشكل اليوم انخفاض حيث يختبر مستوى الدعم 1.7180 ويشكل المتوسط المتحرك 50 دعما له ويمنعه من انخفاض اكثر ولكن نلاحظ ان المتوسط المتحرك 7 قد تم التقاطع مع المتوسط المتحرك 20 وحاليا يتجى التقاطع المتوسط المتحرك 50 وبالتالي ان تم هذا الحالي سوف يزيد ذلك الضغوط السلبية على السعر ويتفع والاختراق المتوسطات 57 ومستوى الدعم 1.7180 وبالاتجاه نحو اختبار مستوى الدعم الاخرى 1.7142 والهدف هو 1.74 قد استوكاس تكفي مسار صاعد تقاطع صعودة وذلك انعكاس لحركة الاسبوع بداية الاسبوع ومنتصفه وننتظر ماذا سيشكل السعر اليوم عند نهاية هذا الاسبوع التدابرات لهذا اليوم ستكون بين مستوى الدعم 0.41 0.7172 ومستوى المقاومة 0.7276 شكرا لكم من المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة